نذهب إلى سؤال 6 7 8 9 قبل إجابة على هذه الأسئلة يجب علينا شرحاته الدار بحيث نقسم هذه الدارة إلى أربع طوابق طابق الأول يحتوي على محول ويسمى طابق التحويل سوف ندرسه على حدة الطابق الثاني عبارة عن مقوم باستخدام جسد غريتز طابق الثالث باستخدام المكثفة C1 وC2 والطابق الرابع الذي يحتوي على منظم جهد 78-05 الإشكالية يتغذى هاتفك بجهد 5 فولت مستمع لو تنظرون في لوحة المواصفات سجدوا أن تغذيته تسوي 5 فولت رمز الجهد المستمع وفي الميقبس يعطينا جهد 120 فولت متنو عند توصيل الهاتف مباشرة بالميقبس ماذا تلاحظون؟ إطلاف الهاتف ما هو السبب؟ بالطبع السبب الأول لأن الجهد مرتفع 120 فولت والسبب الثاني أن الجهد متناوب وتعلمون أن أي عنصر إلكتروني أو جهاز إلكتروني يتغذى بجهد مستمر بسبب شرائح الإلكترونية أو دارات المندمجة الحل ما هو الحل لتفادي هذا المشكل؟ بالطبع كلكم تدركون الحل وهو الشاحن عند إصال الشاحن بالمقبس ربط مخرجي الشاحن بالهاتف نلاحظ أن عملية الشاحن بدأت في هذه الحالة نجاهة المهمة إذن سؤال مطروح ما هي مكونات الشاحن؟ كما كنا نقول من قبل أن الشاحن يتكون من أربعة طوابق نبدأ في الطابق الأول الطابق الأول يحتوي على محول وظيفة المحول تحويل الجهد الأول من 220 فولت متناوب كما تلاحظون إلى 8 فولت متناوب حيث 220 فولت الأولي و 8 فولت الثانوي تسمى قيم المنتجة أي قيمة تعطى في لوحة المواصفات هي قيمة منتجة U1 إفكاس عند تمثيلها في الرسم U1 معكس تساوي قيمة المنتجة في جذر أثنين أما النخرج الثاني U2 يساوي 8 فولت متناوب عند تمثيل في الرسم كذلك يساوي U2 معكس تساوي 8 فولت قيمة المنتجة في جذر أثنين تلاحظون أن المحول وظيفته تخفيض أو رفع الجهد فقط ويحافظ على خصائص الإشارة يحافظ على التردد وعلى الدور نذهب إلى طابق الثاني طابق الثاني يسمى تقويم ثناء النوبة باستخدام جسد جريتز وظيفة هذا الطابق جعل الإشارة موجبة أو في اتجاه واحد أي يعني إما تخلص من نوبة سالبة أو تحويلها إلى النوبة الموجبة وهذا جسد جريتز بالطبع يحاول نوبة سالبة إلى نوبة الموجبة لاحظوا معي جيدا نبدأ في النوبة الموجبة كما تلاحظون قبل التقويم انطلاق التيار من نقطة الأولى بهذا الشكل عندما يصل إلى هذه النقطة ماذا تلاحظون فرع يوجد فيه ديود واحد وديود اثنين هنا التيار يختار ديود الذي يكون في الاستقطاب المباشر إذن دي واحد في الاستقطاب المباشر دي ربعة استقطاب العكس وبالتالي دي واحد يعتبر قاطعة مغلقة أما دي ربعة يعتبر قاطعة مفتوحة وبالتالي يسر التيار عبر ديود واحد ثم ينتقل إلى غاية هذه النقطة كذلك يجد طريقين طريق الأول يحتوي على مقاومة طريق الثاني يحتوي على ديود في الاستقطاب العكس ويعتبر كذلك قاطعة مفتوحة وبالتالي يمر التيار إلى نقطة ثم يمر عبر المقامة ركز جيدا على تجاه التيار ثم يصل إلى نقطة ثم يصل إلى هذه النقطة كذلك يجد طريقين طريق الأول فيه D3 وطريق الثاني D4 وأنتم تعلمون أن التيار يبدأ بالنقطة الأولى يجب أن ينتهي بالنقطة ثانية لكي تصبح الضارة مغلغة في هذه الحالة يختار D3 ويرجع إلى نقطة جياندي تلاحظون في هذه الحالة الإشارة تصبح بهذا الشكل تصبح بهذا الشكل بعد التقويم النوبة هي نفسها نوبة U2 لكن بشرق تساوي UR وماذا تساوي U2 التي هي هذه ناقص 2V0 لماذا قلت ناقص 2V0 لأن التيار عندما يمر يمر على ديود واحد وديود واحد لديه جهد العتبة V0 ثم يمر إلى مقاومة A ثم يمر عبر ديود ثلاثة وديود ثلاثة لديه كذلك جهد العتبة سهر إذن الجهد الذي يصل مقاومة هو الجهد U2 ماكس ناقص 2V0 هذه بالنسبة للنوبة الموجب بالنسبة للنوبة السلبة وهي أهم حاجة بالنسبة جسر لاحظوا معي جيداً في النوبة السالبة ما الذي يحدث التيار ينعكس يبدأ من نقطة الثانية يبدأ من هذه النقطة ثم يمر يصل إلى هذه النقطة ماذا يجد؟ يجد تفارعين تفارع الأول ديود اثنين وتفارع الثاني دي ثلاثة في هذه الحالة يختار استقطاب المباشر في نفس الاتجاه نلاحظ أن دي ثنين في نفس الاتجاه يعتبر قاطعة مغلقة أما دي ثلاثة استقطاب العكسي فيصبح قاطعة مفتوحة وبالتالي يمر عبر دي ثنين ثم يصل إلى هذه النقطة كذلك يجد دي واحد في استقطاب العكسي والمقاومة R في هذه الحالة يختار مقاومة R وأهم شيء ماذا تلاحظون أن التيار كذلك يمر من A إلى B في هذه الحالة رأيتم دور المقوم أنه يجعل دائماً تيار يمر في اتجاه واحد للمقاومة A ثم يمر تيار من A إلى B ثم يصل إلى نقطة هذه فيجد D ثلاثة ويجد D ربع في هذه الحالة يختار D أربعة ليغلق الضارة وبالتالي D أربعة كذلك قاطعة مغلقة عند تمثيل الرسم لاحظتم أنه تيار نفس الاتجاه نفس النوبة الموجبة في هذه الحالة بعد تقويم النوبة السالبة ما الذي يحدث لها؟ تعكس بهذا الشكل ونوبة السالبة كذلك تساوي AR ماكس ناقص 2 في 0 بالنسبة لديود دي 2 ودي 4 إذن وظيفة المقوم هو جعل الإشارة في اتجاه واحده وبنسبة لجسر جريتز وظيفته تحويل النوبة السالبة إلى نوبة الموجبة نذهب إلى طابق الثالث تلاحظون أن هنا توجد المكثفة يسمى طابق الترشيح باستخدام المكثفة C بهذا الشكل وتأتي هذه المكثفة على التوازي بعد جسر جريتز لاحظوا الإشارة إشارة كانت في اتجاه واحد بعد تقويم عند إضافة المكثفة انظروا ما الذي يحدث إلى الإشارة هنا مكثفة تشحن هنا مكثفة تفرق أنتم تعلمون المكثفة إذا أعطيت لها جهد أكثر منها تشحن وإذا أعطيت جهد أقل منها ستفرق في مقاومة أو الحمولة في هذه الحالة نلاحظ أن الشحن متزامن مع U2 ماكس وذلك لأنها لا تحتوي على مقاومة عرقلة الشحن وفي هذه النقطة المكثفة تفرق لاحظوا الإشارة كيف أصبحت أصبحت أفضل من إشارة الأولى يعني هنا قلة التموج إذن وظيفة المكثفة المربوطة على توازي تقليل من التموج وتسمى بطابق الترشيه حيث هذه القيمة هي قيمة العظمى EC1 ماكس وهي نفسها EC2 ماكس ناقص 2V0 وقيمة الدنيا تسمى EC1 مينيمو وهذا الفرق يسمى دلتا EC1 نذهب إلى طابق الأخير وهو هذا الطابق وهذا الطابق يسمى طابقة تثبيت باستخدام منظم الجهد 78-05 78XX 78 تعني الجهود المجابة 79 تعني جهود سالبة وأنا لدي جهد مجاب إذن أستعمل منظم دون مرجع 78 05 تعني قيمة الجهد المخرج وأنا لدي الجهد 5V لذلك المنظم المستعمل هو 78-05 لو كان لدي جهد 12V في هذه الحالة أستعمل منظم 78-12 ما هي وظيفة المنظم؟ وظيفة المنظم هو تنظيم الجهد وتثبيته كما رأيتم قبل إشارة المكثفة بعدما قللت في التموج انظروا إلى المخرج كيف أصبح 10V مستقر أو مستمر إذن الشاحن يتكون من ربع طابق الأساسية طابق الأول هو طابق التحويل أي تخفيض الجهد من مثلا 220V إلى 8V متناوب طابق الثاني تقويم ما معنى التقويم أي جعل الإشارة في تجاه واحد وجعل نوبة سالبة نوبة موجبة طابق الثالث طابق الترشيح وهو وظيفته تقليل من التموج والطابق الأخير هو طابق التثبيت أي تثبيت الإشارة على الجهد 5V نرجع إلى السؤال 7 C1 وظيفتها الترشيح C2 وظيفتها النزع التشوشات C3 C3 لاحظوا أنها جاءت بعد المنظم فهنا نقول أنها تساهم في استقرار إشارة المنظم أما ديود VL أنتم تعلمون يعتبر شاهد ضوئي أو يسمى كذلك ثنائية المشاير ثنائية المشاير نذهب إلى جواب أربعة طلبة منك أرسم شكل توتر المكثيفة كما علمنا أولا يجب رسم إشارة بعد التقويم حيث نحول نوبة سالبة إلى نوبة موجبة ثم نختار EC1 ماكس هنا بهذا الشكل وEC1 مينيمو نختارها من عندنا لأنه لم يعطينا القيم وهذا هو شكل توتر مكثيفة C1 تشحن على التزامن إلى غاية أكبر نقطة في النوبة ثم التفرع نذهب إلى جواب رقم 8 طلب منك حساب EC1 ماكس كما رأينا سابقا EC1 ماكس تساوي U2 ماكس ملف الثانوي الأعظمي ناقص 2V0 حساب U2 ماكس U2 ماكس هو الجهد الأعظمي للملف الثانوي المحول وش يساوي؟ يساوي قيمة المنتجة اللي هي 8 فولت في جذر 2 وتساوي 8 جذر 2 وتساوي 11.31 فولت EC1 ماكس يساوي 11.31 ناقص 2V0 V0 وV0 أعطينا صفة 0.85 فولت وبالتالي EC1 ماكس يساوي 9.61 فولت في سؤال رقم 9 طلب منك حساب مقاومة R1 الموصول على تسلسل مع ثنائية LED حيث قال لنا أن VLED يساوي 1.8 فولت وكذلك أعطى لنا تيار الذي يمر عبر ELED بما أن مقاومة R1 موصول على تسلسل مع ثنائية LED فإن لهم نفس آتية في هذه الحالة نحول هذه الدارة إلى دارة مغلقة لتبسيط بهذا الشكل إذن VCC هو قطب الموجب من VCC يذهب إلى مقاومة R1 من R1 نذهب إلى LED كما ترون ومن LED نغلق الدارة عن طريق جيانتي فتصبح دارة مغلقة ثم نعين اتجاه التي من قطب الموجب إلى قطب السالب ثم نعين استقطابيات المولد دائما ثابتة من قطب السالب إلى قطب الموجب واستقطابية المقاومة وديو دائما عكس التير بهذا الشكل ثم نقوم برسم عروة A حيث ينص علينا قانون العروات أن مجموع الجهود في الدارة مغلقة يساوي السفر الجهود التي تسليم على العروة تأخذ مقدار موجب أما العكس تأخذ مقدار سالب فتصبح VL زيد VR1 ناقص VCC ونحن نبحث على R1 أي نبحث على VR1 إذن VR1 تساوي VCC ناقص VL وبتطبيق القانون VR1 المقاومة R1 في التيار الذي يشتازها إذن EL وتصبح EL في R1 تساوي VCC ناقص VL إذن R1 يساوي VCC ناقص VL على EL وتساوي VCC خمسة VV ناقص VL أعطاها لنا 1.8 V على EL أعطيت بميلي أمبر يجب تحويلها إلى أمبر وتساوي 13 في 10 قوة ناقص 3 وتساوي 246 أو أرى أمبر المترجم للقناة